السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة درس قسمة الكسور والأعداد العشرية على عشرة أو مية أو ألف خليني بس قبل ما ابتدي في الإسمة أفكرك بحاجة كنا بنقولها في الضرب تخيل عيل صغير عمره سنتين ثلاث سنين أو خليها أربع سنين لسه بيتعلم يمسك المعلقة بإيده اليمين عشان يأكل وهو لسه بيتعلم هو مسك المعلقة صحي بإيده اليمين بس غصبا عنه أم وقع الأكل كله في الأرض تفتكر مامته هتعمل إيه؟ هو حرام وكل حاجة والولد صغير بس هي صعبان عليها منظر الأرض اللي تبهدل ده فهتعمل إيه؟ هتتغس جدا هتلتم على وشها وهتبتدي تمسك إيده اليمين اللي هو كان بيأكل بيها وتضربه على إيده ليه؟ عشان ما يعملش كده تاني وياخد باله المرة الجاية وهو بيأكل يعني لما هتيجي تضرب في عشرة أو مية أو ألف هتمشي نحية إيدك اليمين اللي الولد تضرب عليها إحنا بقى في الإسمة هنعكس بدل ما كنا في الضرب بنتحرك يمين في الإسمة هنتحرك شمال بعدد الأصفار يعني لو أسمت على عشرة هتتحرك حركة واحدة لو أسمت على مية يعني صفرين هتتحرك حركتين لو أسمت على ألف تلت أصفار هتتحرك تلت حركات خلينا نخش على طول ونقول أكمل مال هنجي للمسألة الأولى العلامة فيها موجودة مطلوب منك تقسم يعني تتحرك شمال على عشرة يعني حركة واحدة فهتنط العلامة بدل ما هي هنا هتنط تبقى هنا يبقى أنا هكتب ثلاثة أربعة خمسة علامة سبعة أنا بكتب العلامة اللي موجودة في مكانها الجديد تعال للي بعده قبل ما نكمل عشان أضمن لك أنك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو أنت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص أي فيديو وانزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن أن انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس هنتحرك ثلاث حركات وطالما اسمها يبقى ناحية الشمال أدي كده حركة التانية التالتة يبقى أنا هكتب نفس الرقم بس العلامة في مكانها الجديد هنا طب ميس ليه ما شلناش العلامة دي كده مش مهمة يعني إيه مش مهمة يعني فاكرة يا ميس لو نفس المسألة دي وضربتها في عشرة والعلامة بقت هنا انت كدت بتقولي لي شلها ملهاش لازمة آه طب كويس ان انت سألت السؤالة خليني بقى أحكي لك على حاجة الجزء ده كله اسمه أصحاب البيت يعني الخنات الأصلية أحد عشرات مئات ألوف والعلامة هنا جاية تحاربهم بس ما عندهاش قرايب يتخنقوا معاها فبالتالي أصحاب البيت هيمسكوها يزبطوها عشان كده هي مش هيكون لها لازمة من غير قرايبها لكن هنا الأرقام دي قرايب العلامة وطالما قرايب العلامة جزء من عشرة جزء من مائة جزء من ألف يعني العلامة هتقوى بيهم محدش هيقدر يشيلها فتبقى هنا العلامة مهمة عشان معاها قرايبها وهنا العلامة مش مهمة عشان معاهاش قرايبها طب تعالى للمسألة اللي بعدها مطلوب منك تقسم على ألف يعني هتتحرك طرد حركات آجي كده حركة واحدة والأرقام خلصت بس إحنا محتاجين لسه حركتين عشان يبقوا ثلاثة بس يميس الأرقام خلصت طب ما تحط بدل الحركتين صفرين فبعد ما العلامة تحركت حركة آجي الحركة التانية وآجي الحركة التالتة يبقى أنا كده مهمتي خلصت فأنا هكتب تسعة خمسة واحد صفر صفر علامة صفر العلامة دي مهمة ولا لا أه؟ مهمة يا ميس عشان معاها قريبها طب الأصفار دي مهمة ولا لا أه؟ الأصفار اللي مش مهمة هي الأصفار اللي متبرة إنما الأصفار اللي من جوة كده موجودة في قلب الرقم مهمة طبعا جدا وهقولك كمان على حاجة تخليهم مهمين مش انت حاطتهم عشان تنط عليهم؟ أيوة يا ميس ومن غيرهم ما كنتش هتعرف تكمل التلات حركات؟ أيوة يا ميس يبقوا مهمين؟ ولا لا أه؟ مهمين يا ميس بس كده طيب اللي بعده 14 على ألف مطلوب منك تحرك العلامة تلات حركات نحية اش ثانية 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 يا ميس أحرك العلامة؟ وهي فين العلامة دي؟ آه الظهر العلامة مش موجودة أيوة يا ميس أحرك مين؟ طب ما تحطها وبعدين تحركها أحطها؟ أحطها فين يا ميس؟ أي حاجة كده وخلاص؟ لا طبعا مش اللي 14 دي 11 يعني أصحاب البيت يبقى لما تحتاج للعلامة هتظهر قبلهم يعني هتظهر هنا يبقى أول ما تتزنق في العلامة حطها في الأول خالص وبعدين شوف بقى عايز تحركها كم حركة؟ آه والله يا ميس دي أنا عايز أحركها تلات حركات نحية ايه؟ في الاسمة بحركها نحية الشمال يا ميس يبقى أنت محتاج تمشي نحية الشمال أدي كده حركة التانية فضل لي حركة يا ميس أنا مزنق فيها هتحط صفر واتنط التالتة وطالما تزنقت في حاجة وحطت لها الصفر يبقى الصفر ده مهم عشان كات المسألة تكمل يبقى أنا هكتب 14 والصفر الزيادة اللي أنا حطيته وبعد كده العلامة طب بتيجي إزاي تاني؟ بيجي سؤال زي كده ويقول لك يا طرى بقى العلامة تحركت كم حركة؟ اه والله العلامة كانت ما بين الاثنين والتلاتة فجأة ظهرت وراء التلاتة يبقى تحركت حركة واحدة صفر واحد يبقى أنا بأس مع العشرة طب اللي بعدها يا طرى العلامة تحركت كم حركة؟ اه والله دي كانت وراء الخمسة يعني كانت هنا اتحركت أدي حركة والتانية أنا هقسم علامية طب اللي بعدها العلامة كانت هنا بقت هنا يبقى تحركت حرقة تانية التالتة يبقى أنا هقسم على ألف طب افرد قالك مين لو تقسم عالمية يجينا الرقم ده ثواني كان في عدد أنا معرفوش بس أرقامه هي هي الأرقام التانية 8 4 9 4 3 عادي بس كان في علامة في حتة اتحركت شمال حرقتين بقت هنا يعني احنا لو نرجع بيها المسألة يبقى العلامة المفروض كانت هنا عشان لما تتأسم تبقى في مكانها اللي موجود عليها دلوقتي طيب سؤال تاني بيه يقولك ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي مطلوب منك تحل كل واحدة لوحدها وبعدين تقولي العلامة أول واحدة عايزك تتحرك حركة واحدة نحية الشمال يعني هتبقى هنا فأنا هكتب اتنين تلاتة خمسة اربعة والعلامة الجديدة وصفر طيب ليه بحط الصفر دا ميس بس عشان شكل المسألة يعني ممكن ما تكتبهوش عايز وهنيجي نحل الجزء التاني مطلوب منك تقسم علامية يعني هتتحرك حركتين نحية الشمال أدي كده حركة ودي التانية بقت العلامة ورا خالص يبقى أنا هكتب اتنين تلاتة خمسة اربعة برضو علامة وصفر مين اللي أكبر؟ اللامس دا هم هم والعلامة موجودة في مكانها يبقى يساوي طب تعالى للبعده مطلوب منك في الأول تقسم على ألف يعني تحرك العلامة خليني بقى أنا أسألك هي فين العلامة دي؟ آه دا نتزنقت في العلامة محتاجها ضروري يبقى هحطها في الأول بعدين أبقى حركها بقى ثلاث حركات نحية الشمال أدي كده حركة ودي كده التانية ودي كده الثالثة يبقى أنا هكتب واحد اتنين سبعة علامة ثلاثة طب والجزء الثاني؟ العلامة هنا موجودة خلاص يا ميس هنتحرك حركتين نحية الشمال أب 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 ليه هو أنت بتقسم؟ لا يا ميس دا أنا بضرب يبقى لازم تاخد بالك إذا كنت بتقسم ولا بتضرب تفرق جامد هنا بتضرب يعني هتتحرك نحية إيدك اليمين اللي الولد كان بيتضرب عليها أدي كده حركة ودي التانية بقت العلامة هنا واحد اتنين علامة سبعة تلاتة لما تيجي تقارن مين اللي أكبر؟ قارن بأصحاب البيت هم أصل الحكاية هنا البيت ساكن فيه تلات أشخاص وهنا ساكن فيه سبعة وتلاتين شخص يبقى كده مين اللي أكبر؟ السبعة وتلاتين وواحد وعشرين من مين؟ طيب الشكل الثاني اللي بتيجي عليه الاسمة؟ التحولات فاكر لما كنا بنقول السنة اللي فاتت إن كان فيه عمارة فيها متر ديسي متر سانتي متر ملي متر وبين المتر والديسي عشرة والديسي للسانتي عشرة والسانتي للملي عشرة والمتر عشان ينزل للسانتي هينزل دورين يعني صفرين مية والديسي عشان ينزل للملي دورين يعني صفرين مية والمتر عشان ينزل للملي هياخد الثلاث تصفار بالثلاث أدوار يبقى أنا هكتب ألف وبنزود على دي إن الكيلو متر في ألف متر خليك بقى مسبت دي كويس جدا في حاجة تانية كنا بنقول عليها كان في عمارة فيها ثلاث أدوار الطن والكيلو جرام والجرام الطن عشان يروح للكيلو جرام ألف والكيلو جرام عشان يروح للجرام ألف إنما الطن عشان ينزل للجرام هياخد في سكته الثلاث أصفار الأولانية والثلاث أصفار الثانية يبقى الطن هينزل مليون عشان يوصل للجرام هنزود حاجة بقى بسيطة الجنيه في مئة قرش ويلا بينا نشتغل مسألة زي كده هعمل فيها إيه؟ واحدة واحدة الرقم ده الكلمة اللي جنبه اللي هي الجرام الكبيرة ولا الصغيرة؟ أولا يا ميزد الجرام أصغر من الكيلو جرام وإحنا قلنا الصغير ما يستحملش يضرب مش هيقدر يبقى هيجر له إيه؟ هيتقسم يبقى طالما صغير هيتقسم طيب هيتقسم على كام؟ هو الجرام بينه وبين الكيلو جرام كام؟ ألف يا ميز يبقى أنا هقسم على ألف هبتدي أن أحرك العلامة ثلاث حركات وهي فين العلامة؟ هب إزا نأتي فيها يبقى حتحطها من برة وهتتحرك ثلاث حركات أدي كده حركة تانية تلتة يبقى أنا هنا سبعة تلاتة تنين علامة تلاتة طب تعالى للي بعده برضو نفس الكلام الرقم ده ينزل زي ما هو؟ الكلمة دي كبيرة ولا الصغيرة؟ آه كيلو جرام بالنسبة للطن لا الصغيرة يبقى هتتقسم الكيلو جرام بينه وبين الطن كام؟ ألف لأن دور واحد يبقى أنا محتاجة أحرك العلامة ثلاث حركات وما فيش علامة يبقى أنا هحط علامة في الأول وهبتدي أن أحركها ثلاث حركات أدي كده حركة التانية إذا نأتي في حركة هحط صفر ونط الحركة الثالثة بقت كده أربعة خمسة صفر علامة صفر طب تعالى للي بعده الصنطي بالنسبة للمتر هي الكلمة الصغيرة تتقسم على كام؟ آه والله ده المتر أصلا عشان يروح للصنطي مية يبقى بينهم مية ميس يبقى هنحرك العلامة ثلاث حركات والعلامة مش موجودة هنط من بره أدي كده حركة ودي كده التانية أربعة خمسة علامة ثلاثة تعالى تاني الكلمة دي كبيرة ولا الصغيرة لقى المتر بالنسبة للكيلو جرام الصغيرة تتقسم على كام؟ آه لسه قيلين أن الكيلو متر في ألف متر يبقى على ألف يميس يبقى أنا محتاجة أحرك العلامة من بره ثلاث حركات أدي كده حركة الثانية الثالثة خمسة اتنين ثلاثة علامة وهنحط صفر اللي بعده الديسي دي كلمة الصغيرة بالنسبة للمتر ولا الكبيرة الزغيرة ميس تتضرب ولا تتقسم تتقسم بين الديسي والمتر دور واحد عشرة يبقى أنا هقسم على العشرة هحرك العلامة حركة واحدة هتبقى هنا يبقى أنا هكتب أربعة علامة ثلاثة سبعة طب تعالى للي بعده كلمة دي كبيرة ولا الصغيرة الملي دي أصغر واحدة ميس يبقى هتتقسم هتتقسم على كام بين الملي والسانتي ده دور واحدة ميس والدور في عشرة يبقى أنا هقسم على عشرة هتتحرك العلامة حركة واحدة هتبقى هنا أربعة علامة ثلاثة سبعة طيب في تحويلة برضو عايزة فكرك بيها فاكر لما كنا بنعمل دورين كده كنا بنقول اللتر وأخوه اللي أصغر منه الملي لتر بينهم ألف وكنا بنقول إن اللتر هو هو الديسي متر مكعب والملي لتر هو هو السنتيمتر مكعب معنى كده إن برضو بين الديسي المكعب والسنتي المكعب ألف وأي واحد من فوق عايز ينزل لأي واحد من تحت ألف يعني اللتر عشان ينزل للسنتيمتر مكعب ألف والديسي مكعب عشان ينزل للملي لتر ألف يبقى أنا لما تجيلي مسألة زي كده هعمل إيه؟ السنتيمتر مكعب دي كلمة كبيرة ولا الصغيرة بالنسبة للليتر لا يا ميس ديكة الدور اللي تحتها يعني الكلمة الأصغر والصغير بيتقسم وطالما بينهم دور يعني هنقسم على ألف هتتحرك العلامة ثلاث حركات أدي كده حركة التانية التالتة يبقى أنا هكتب سبعة خمسة تمانية علامة اثنين طب تعله تاني السنتيمتر مكعب بالنسبة للديسي مكعب لأكت هي اللي تحت يعني هي اللي أصغر هتتقسم وطالما تحت بدور واحد هنا يعني ألف يبقى أنا هقسم على ألف هتتحرك ثلاث حركات من بره أدي كده حركة التانية التالتة يبقى أنا هكتب خمسة سبعة تنين علامة ثلاثة طي افرد بقى طلب منك تعمل أكتر من عملية في نفس المسألة أول حاجة ضرب وافتكر إن إحنا لما بنضرب بنتحرك نحية اليمين الإيد اللي بناكل بيها يبقى أنا هحرك العلامة حركة واحدة بقت هنا خمسة تلاتة علامة سبعة أربعة واحد والزائد زائد نحل الأقواس التانية هتقسم علامية يعني هتتحرك حركتين نحية الشمال أدي كده حركة ودي كده التانية يبقى هتكتب خمسة تلاتة سبعة علامة أربعة عشر طيب عشان تجمع لازم تساوي الأرقاب هنا أصحاب البيت تلاتة وهنا أصحاب البيت اتنين هنحط صفر من بره وهنا الأرائب اتنين وهنا الأرائب تلاتة هنحط صفر من بره وهنبتدي ناخد الأرقام دي ونوقفها بالطول ونجمعهم بشرط تبقى الأرقام تحت بعضها صفر وخمسة خمسة خمسة وتلاتة تمانية تلاتة وسبعة عشرة صفر ومعايا الواحد وهنزل العلامة واحد وسبعة تمانية واربعة اتناشر اتنين ومعايا الواحد واحد واربعة خمسة وواحد ستة والواحد هينزل هاخد الرقم ده أحطه بعد اليساوي هل أنا كده خلصت؟ لا المطلوب منك تقرب لأقرب واحد على مية يعني لأقرب جزء من ماء فين خانت الجزء من مية؟ أو والله دي العلامة اللي جنبها لازق فيها على طول جزء من عشرة يكبر شوية جزء من ماء يكبر شوية جزء من ألف يبقى الجزء من ماء هي التمانية همسكها وبص على الرقم اللي قبلها لقيته خمسة فاكر لما كنا بنقول لو كان الرقم اللي قبلي صفر واحد نين تلاتة اربعة مش بيزود أرقم فقيرة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة أرقم غنية هتزودني واحد يبقى التمانية اللي قبلها خمسة دي هتزيد واحد هتبقى تسعة كل اللي قبله صفار هنحط صفر مكان الخمسة واللي بعده ينزل زي ما هو صفر علامة اثنين ستة واحد ويبقى انا كده خلصت اخر حاجة عندي المسألة اللفظية يراد توزيع خمسمية اربعة وتلاتين وتمانية من عشر لتر من البنزين على عشر سيارات فكم لترا تأخذه كل سيارة كلمة توزيع دي بتفكرك بوزع قسمة تعبئة بالتساوي والكلام ده بتاع الاسمة يبقى احنا هنشتب على اوجد او احسب او كم او ما ونكتب الكلام اللي بعديها هنا في كم شطبنا ايه يا ميس هنكتب لترا تأخذه كل سيارة لا هو بيسألك كم يعني عددهم يبقى انا هكتب عدد اللترات يساوي وطالما قررت تقسم يبقى انت هتقسم الكبير على الصغير هنا صحاب البيت خمسمية اربعة وتلاتين انما هنا عشر سيارات يبقى انا هاخد الخمسمية اربعة وتلاتين وتمانية من عشرة على عشرة وطالما اسمها يبقى هنتحرك حركة واحدة نحية الشمال يبقى انا هكتب تمانية اربعة علامة تلاتة خمسة وطالما بيسأل على عدد اللترات يبقى انا لما جيب له رقم هقول له كذا لتر وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصف هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتحم الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة